بسم الله الرحمن الرحيم المختصر المفيد لسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وشمائله بقلم الفقير إلى عفو ربه الشيخ هايثم بن محمد سرحان المدرس بمعهد الحرم بالمسجد النبوي سابقا والمشرف على موقع التأصير العلمي يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الثاني هديه صلى الله عليه وسلم هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس والطعام والشراب أحب الألوان إليه كان أحب الألوان إليه البياض وقال هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم لباسه صلى الله عليه وسلم ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه وسطيته صلى الله عليه وسلم في اللباس قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهاب فيه النار لأنه قصد به الاختيال والفخر فعاقبه الله وعن أن عمر رضي الله عنهما كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة طعامه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا فما قلب إليه شيء من الطيبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم قالت عائشة رضي الله عنها وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه كما ترك أكل الضب لما لم يعدد صفة أكله صلى الله عليه وسلم كان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة وكان يأكل بأصابعه الثلاث وكان لا يأكل متكئا وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه صلى الله عليه وسلم مشربه صلى الله عليه وسلم كان أكثر شربه قاعدا بل زجر عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود كان صلى الله عليه وسلم إذا شربنا ولا من على يمينه وإن كان على يساره أكبر منه هديوه صلى الله عليه وسلم في النكاح والمعاشرة قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة قالت عائشة رضي الله عنها وكان إذا أرد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ولم يقضل البواقي شيئا كانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق وكان يسرب إلى عائشة رضي الله عنها بنات الأنصار يلعبن معها وكان إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن وربما كانت حائضا وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها وكان يقبلها وهو صائم وكان من لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب وسابقها في السفر على الأقدام مرتين وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا وكان ينهى عن ذلك هديه صلى الله عليه وسلم في النوم والانتباه كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه للنوم قال بسمك اللهم أحيا وأموت وكان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفي ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرار وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ثم يتسوك كان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخرة وربما سهر أوله في مصالح المسلمين كان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه وكان عليه الصلاة والسلام إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ وكان نومه صلى الله عليه وسلم أعدل النوم وهو أنفع ما يكون من النوم هديه صلى الله عليه وسلم في معاملاته كان صلى الله عليه وسلم يمازح ويقول في مزاحه الحق كان صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يوري ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي ويمشي مع الأرملة والمسكير والضعيف في حوائجهم سمع صلى الله عليه وسلم مديح الشعر وأثاب عليه وما مدح به جزء يسير من محامده أما مدح غيره من الناس فأكثره الكذب خصف صلى الله عليه وسلم نعله بيده ورقع ثوبه بيده ورقع دلوه وحلب شاته وفلا ثوبه وخدم أهله ونفسه وحمل معهم اللبن في بناء المسجد أربط صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجر من الجوع تارة وشبع تارة أضاف صلى الله عليه وسلم وأضيف احتجم صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه وفي الأخدعين والكاهل تداوى صلى الله عليه وسلم وكوى ولم يكتوي وراقى ولم يسترقي وحمى المريض مما يؤذيه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملا وكان إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه كان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها كان أسرع من أصحابه مشيا ويجهدهم اللحوق به وكان يمشي حافيا ومنتعل كانوا رضي الله عنهم يمشون بين يديه وهو خلفهم صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يماشي أصحابه فرادا وجماعة هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر كان أكمل الناس ذكرا لله عز وجل بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والا وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله إذا استيقظ من النوم وإذا استفتح الصلاة وإذا خرج من بيته وإذا دخل المسجد وفي الصباح والمساء وعند لوس الثوب وإذا دخل المنزل أو خرج منه وعند دخول الخلاء وقبل الوضوء وبعده وإذا سمع الأذان وعند رؤية الهلال وقبل الأكل وبعده وعند العطاس سنن الفطرة وتوابعها عد السنن قال صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء واستنشاق الماء وقص الأظهار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء ونسي الضاو العاشرة تيمنه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى الحلق كان هديه صلى الله عليه وسلم في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كلها السواك كان صلى الله عليه وسلم يحب السواك وكان يستاك مفطيرا وصائما ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل وكان يستاك بعود الأراك الطيب كان صلى الله عليه وسلم يكثر التطيب ويحب الطيب الشارب واللهية قال صلى الله عليه وسلم خالف المشركين ووفروا اللحاء وأحفوا الشوارب التوقيت قال أنس رضي الله عنه وقتلنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار أن لا نترك أكثر من أربعين يوما وليلا هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه كلامه صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكن كان يتكلم بكلام بيّن فصل يحفظه من جلس إليه كان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه وإذا سلم سلم ثلاثا لم يكن يتكلم في غير حاجة وكان يتكلم بجوامع الكلام كان لا يتكلم فيما لا يعنيه صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه وضحكه وبكائه وخطبته أما ضحكه فكان كل ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجده وبكاؤه صلى الله عليه وسلم لم يكن صلى الله عليه وسلم يبكي بشهيق ورفع صوت ولكن تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز كان بكاؤه صلى الله عليه وسلم تارة رحمة للميت وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها وتارة من خشية الله وتارة عند سماع القرآن خطبته صلى الله عليه وسلم خطب عليه الصلاة والسلام على الأرض والمنبر والبعير والناقة قال جابر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله وكان صلى الله عليه وسلم يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم من خصائصه صلى الله عليه وسلم بعث صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة قال ابن القيم رحمه الله جمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة فهي حنيفية في التوحيد سمحة في الأخلاق وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال بعث إلى الثقلين قال صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة كتابه ودعوته قال سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد آياته صلى الله عليه وسلم أكبر آياته القرآن وما من آية أوتيها رسول أو نبي قبله إلا وله صلى الله عليه وسلم منها حظ ونصيب محبته دين قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين حكم مبغضه من أبغضه فوكافر كفرا أكبر قال صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر وهو الخليل قال صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وهو أحد أولي العزم من الرسل قال سبحانه وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم علمه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أما إني أعلمكم بالله وقال عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك حكم مطيعه ومخالفه قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال صلى الله عليه وسلم جعل الذلة والصغار على من خالف أمري أمته صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة بلده صلى الله عليه وسلم بلده عليه الصلاة والسلام مكة قال سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومكة بلد حرام قال صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله وهي بلد للمسلمين إلى يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح قبلته صلى الله عليه وسلم قبلته صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وكانت قبل ذلك إلى بيت المقدس قال سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة والمسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض قال أبو ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام وقال صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة وصلاة في مسجد ألف صلاة وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة وقال صلى الله عليه وسلم ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى وقال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قرابته صلى الله عليه وسلم وأزواجه أولاده صلى الله عليه وسلم سبعة ثلاثة ذكور وأربع إناث واحد القاسم وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم اثنان زينب رضي الله عنها ثلاثة رقية رضي الله عنها أربعة أم كلثوم رضي الله عنها خمسة فاطمة رضي الله عنها ستة عبد الله ولقب بالطيب والطاهر سبعة إبراهيم وهو ولد مارية القبطية سرية النبي صلى الله عليه وسلم وباقي أولاده صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله عنها لم يولد له من زوجة غيرها كل أولاده صلى الله عليه وسلم توفوا قبله إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها تأخرت بعده بستة أشهر فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق وقد أدرك بناته صلى الله عليه وسلم كلهن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم أعمامه صلى الله عليه وسلم أحد عشر واحد سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه اثنان العباس رضي الله عنه ثلاثة أبو طالب واسمه عبد مناف أربع أبو لهب واسمه عبد العزة خمسة الزبير ستة عبد الكعبة سبعة المقوم ثمانية ضرار تسعة قثم عشرة المغيرة ولقبه حجل الحادي عشر الغيداق واسمه مصعب لم يسلم من أعمامه صلى الله عليه وسلم إلا حمزة والعباس رضي الله عنهما عماته ستة واحد صفية وهي أم الزبير بن العوام رضي الله عنه اثنان أم حكيم من البيضاء ثلاثة عاتكة أربعة برة خمسة أروى ستة أميمة زوجاته صلى الله عليه وسلم حجز صخر سمعه حجز الحاء حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها الجيم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها والزاي زينب بنت جحش رضي الله عنها وزينب بنت خزيم رضي الله عنها أصاد من صخر صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها والخاء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها والراء أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها سمعه السين سودة بنت زمعة رضي الله عنها والميم ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها والعين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها والهاء أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها خديجة رضي الله عنها هي أولى زوجاته صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية رضي الله عنها تزوجها صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ولها أربعون سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها وأرسل الله إليها السلام مع جبريل عليه السلام وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين سودة رضي الله عنها تزوج صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة رضي الله عنها بأيام سودة بنت زمعة القرشية رضي الله عنها وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها تزوج صلى الله عليه وسلم بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير وقال هذه زوجتك تزوجها في شوال وعمرها ست سنين وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين ولم يتزوج بكرا غيرها وما نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي في لحاف امرأة غيرها وكانت رضي الله عنها أحب الخلق إليه ونزل عذرها من السماء واتفقت الأمة على كفر قاذفها وهي أفقه نسائه وأعلمهن بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق وكان وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها حفصة رضي الله عنها ثم تزوج حفصة من دعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكانت قد أسلمت مع زوجها الأول خنيسي بن حذافة السهمي رضي الله عنه وهاجرت معه إلى المدينة ثم مات رضي الله عنه إثر غزوة أحد فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة رضي الله عنها ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية رضي الله عنها من بني هلال بن عامر وتوفيت عنده بعد أن تزوجها بشهرين وهي التي كانت تلقب بأم المساكين أم سلمة رضي الله عنها ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القراشية المخزومية رضي الله عنها واسم أبي أمية حديفة بن المغيرة وهي آخر نسائه صلى الله عليه وسلم موتا توفيت سنة اثنتين وستين للهجرة جويرية رضي الله عنها وتزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية رضي الله عنها وكانت من سبايا بن المصطلق فجاءت صلى الله عليه وسلم تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها زينب بنت جحش رضي الله عنها ثم تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمة وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كن أهالي كن وزوج لله من فوق سبع سماوات ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سماواته وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنها وكانت أولا عند زيد بن حارثة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه أم حبيبة رضي الله عنها ثم تزوج أم حبيبة رضي الله عنها واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القراشية الأموية تزوجها تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار وسيقت إليه من هناك وماتت في أيام أخيها معاوية رضي الله عنه صفية رضي الله عنها وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بن تحويي بن أخطب سيد بن النظير من ولد هارون بن عمران أخي موسى فهي رضي الله عنها ابنة نبي وزوجة نبي وكانت من أجمل نساء العالمين وكانت قد صارت له من السبي أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها فصار ذلك سنة ميمونة رضي الله عنها ثم تزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وهي آخر من تزوج بها تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسعة وأول لسائه لحوقا به بعد وفاته زينم بنت جحش رضي الله عنها سنة عشرين وآخرهن موتا أم سلمة رضي الله عنها سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد بن معاوية ينتهي هنا مجلس هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة